موسيقى 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 للرجوع للبلاد ديالهم الشاحينة ديالهم خدوا فيها الأمتعى ديالهم غيسلوا المقابلة وغيمشوا للمطار من بعد ربوع ساعة ديال البداية لقنا رأسنا من هزمين ثلاثة الأهداف لصفر ما استطعناش باش رجوعوا في المقابلة بقينا كنا نتقاتلوا حتى الأخير دقيقة ولكن ما جابش الله أخسرنا وبقى وغندا هم اللي تأهلوا نحن كانت خصنا غير نقطة باش ندوزل الدور تاني ولكن مع الأساف مقدرناش نرجعوا في النتيجة صعبة صعبة لغاية أن عشرين يوم ولا تنين وعشرين يوم ما شربناش كاس ديال الماء عندهم الماء في سميتو كي خرجوا لك المكحل في الغيس عشنا تنين وعشرين يوم غير بابا بالمشروبات الغازية والغير غازية 22 يوم ما شربناش الماء والأكل كان ماشي مثلا كي يجيب لك كاتش بداي بلا صالات كي يجيبها لك من بعد ساعات كي يجيب لك شنو غادي تغداي وماشي صوق روم وبشوية والفندق ما كانش في المستوى ونزلنا في أكرا بسطوبنا البطاقات ديال باش نشاركوا في كاس إفريقيا وتغدينا في أكرا وشدنا الطريق من أكرا حتى الكوماسي 250 كم بحلا غادين من الدار بيضاء من راكش درنا فيها تسعود سواع في أحد الشاحينة تسعود ديال سواع باش وصلنا للكوماسي يعني هادش اللي كنقول دابا را عاشوا بزاف ديال اللاعبين عاشوا بزاف ديال الظروف اللي اللي كانت شبتاتا ملائمة ناهيك على المقابلة شما كيت نقلوش التحكم كيفاش كان يعني كانت واحد المعاناة كبيرة الحمد لله والشكر لله الآن الأمور تسرات والله الفريق الوطني الرحلات في طائرة خاصة كي يدوم عامل أكل ديالهم كي يمشوا الأحسن فناديق اللي كينفى في إفريقيا الظروف يعني تسوات لهم واحد الملعب أحسن من اللي كان المقابلة كانت مقلدها با ولا كل شي كي يبان إلا كانوا حتى تعدوا من الحكام كل كان كي دابا الآن كان عرفوا شنو وقع الفريق الوطني والضلم اللي تظلم بطبيعة الحال بطبيعة الحال لأنه كي تشوفي واحد الحاكم كي يظلمك بطبيعة الحال لأنه الإنسان كي يبدل واحد المجهود باش يينتصر وباش يفرح الشعب المغربي وفي الآخر يجي واحد الحاكم كي يكبلك كل شي في الماء بطبيعة الحال كيتأثار كي ين المرة اللي كان دوزو ليلة بيضاء ما كان نعسوش بهاديك الفقيس ديال هذه المقابلة اللي ضعتنا وضعتنا بظروف لمشي رياضية هذا والحمد لله أنا لتحقش بالفريق الوطني وأنا صغير عن سنة 18 سنة وأول مرة ألعب مع اللاعبين الليلة ديال المقابلة كي يتجمعوا من بعض العشاق وأنا صغير كنسمع كي يهدروا على حاجة واحدة هي الدفاع القاميس الوطني والرايا الوطنية وكي يقولوا بعض اللاعبين اللي كانوا كيتكلموا حينذاك بحل أحمد فارس اللي شافيه العربية حردان الزهراوي اللي باركليف العمار الهزاز اللي رحمه يعني هذول كانوا الأعميدة ديال الفارق الوطني كي يقول لك خصنا نخمو الرجوع ديالنا الارض الوطن كيف ستجلقون الناس في الزنقاء يعني ما خشتكون ش نتيجة سلبية باش ممكشنا ممكشين في ديورنا ومخزونين وحشمانين هذا هو الهم الوحيد لها دوك اللاعبين كيف ستجلق مع الناس كيف ستجلقهم يعني إلا كانت واحد نتيجة يعني إيجابية أرا غادي خرج الإنسان رافع راسه ولكن إلا كانت واحد نتيجة سلبية كيتخزنه كيتخزنه وانا كانت ذكر على أن العرباء حفظا كان قال لي واحد المقولة قال لي ما كانت تصرش لا الويداد ولا المنتخب وهو كانت عنده فيه واحد العادة كي يخصوه يمشي للحمام من هالكنين من بعد المقابلة إلا كنا في المغرب قال لي كانمشي للحمام بجلبة وندل القب باش ما يشوف نتا وحد يعرف نتا وحد باش ما يتلقاش من الناس شو على درجات فين كان الناس يعني الهم ديالها هو ديك الجمهور ديك المغربة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة